السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي هنتكلم فيه في هذا الفيديو على ارقام نجوم البرازيل في كل مسابقات اوروبا لموسم 20-22-20-23 فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ارقام نجوم البرازيل في كل مسابقات اوروبا في موسم 20-22-20-23 فنجوم البرازيل موجودين في الدوريات الخمسة الكبرى وبقوة وهو ما يجعل هذه الدوريات اكثر متعة وبها اصارة غير عادية فالبرازيل يفكهة كرة القدم والمهارات والحلويات الموجودة في كل الدوريات وعندنا العديد من اللعيبة البرازيليين في كل الدوريات الخمسة الكبرى فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ارقام هؤلاء اللعيبة في هذا الموسم الموسم القوي موسم 20-22-20-23 وفريق البرازيل لم يستطيع تحقيق الفوز ببطولة قطر 20-22 في هذا الموسم بطولة كاس العالم البطولة التي فاز بها فريق الارجنتين بعد ما فاز على فريق فرنسا برقلات الترجيح كما انه فشل ايضا في الفوز ببطولة كوبا امريكا في هذا الموسم واللي قدر ايضا ان يفوز بها المنتخب القدير منتخب ميسي منتخب الارجنتين فالبرازيل بقالها فترة مش هي البرازيل اللي احنا نعرفها ولكن بتطلع لنا العديد من اللعيبة الجيدين في بطولات الدوريات الخمس القبرى وهنتكلم دلوقتي على ارقام نجوم البرازيل في كل المسابقات في هذا الموسم في الدوريات الخمس القبرى وهنبدأ بهداف هذه البطولة وهداف الفرق البرازيلية بالكامل وهو النجم الكبير جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد اللي لاعب 54 مباراة في هذا الموسم سجل فيهم 23 هدف وهو اكتر لاعب برازيلي سجل اهداف في الدوريات الخمس القبرى طبعا احنا عارفين ان فريق ريال مدريد بيلعب في الدوري الاسباني وهو في المركز التاني في الدوري الاسباني ولاعب في بطول الدوري ابطال اوروبا اللي خرج فيها من الدورنس في النهائي ولاعب بطولة كأس ملك اسبانيا اللي فاز بيها بالبطولة ولعب منهم جونيور فينيسيوس 54 مباراة قدر ان هو يسجل 23 هدف وهو يطوج الهداف الزهبي لللاعبين البرازيليين في الدوريات الخمس القبرى وفي المركز التاني رودريجو اللي بيلعب في ريال مدريد ولعب 56 مباراة وقدر ان هو يسجل 19 هدف في 56 مباراة وتلاتهم نيمار الغدار لاعب باريس سان جرمان اللي لعب 29 مباراة وقدر ان هو يسجل 18 هدف وطبعا احنا عارفين ان برضو باريس سان جرمان لاعبة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وبطول الدوري ابطال اوروبا فهو لاعب من هؤلاء المباراة 29 مباراة اما رابعهم اللاعب فرمينو لاعب ليفربول اللي لاعب في 35 مباراة سجل فيهم 13 هدف وطبعا عارفين ان اللاعب فرمينو لعب في بطولة الدوري الانجليزي اللي قدر ان هو يحصل فيها على المركز الخامس ويتأهله الى بطولة الدوري الاوروبي في هذا الموسم على عكس الموسم السابقة اللي كانوا بيتأهله فيها الى دوري ابطال اف اوروبا ولعب ايضا في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الربطة ودوري ابطال اوروبا في هذا الموسم فلاعب في هؤلاء المباراة بالكامل 35 مباراة اما خامس اللاعبين جيسوس اللاعب اللي بيلعب في ارسنال لعب 33 مباراة وسجل خلالهم 11 هدف هدف جيسوس اللي اللي فرقته في المركز الثاني في الدوري الانجليزي هو قدرت النيا تتأهل الى بطولة دوري ابطال اوروبا في هذا الموسم بعد غياب مواسم عدة من بطولة دوري ابطال اوروبا اما سادس اللاعبين رفينا لاعب برشلونة اللي لعب في 49 مباراة سجل 10 اهداف فبرشلونة لعبت في بطولة دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي في هذا الموسم ولعبت ايضا في الدوري الاسباني وكأس ملك اسبانيا ولعب خلال هؤلاء المباراة كلها لك 49 مباراة في كل البطولات وسبعهم اللاعب انطوني لاعب منشستر يونايتد اللي لاعب 47 مباراة سجل خلالهم 10 اهداف انطوني طبعا احنا عارفين ان هو بيلعب في منشستر يونايتد اللي تأهل في هذا الموسم برضو بعد غياب طويل عن بطولة دوري ابطال اوروبا تأهل الى بطولة دوري ابطال اوروبا لانه كان موجود في المركز الثالث او الرابع في بطولة الدوري الانجليزي ولعب ايضا في كاس الاتحاد الانجليزي ولعب في بطولة كاس الربطاء الانجليزية ولعب في بطولة الدوري الاوروبي وطبعا كلنا عارفين ان فريق منشستر يونايتد بيضرب موعب مع فريق منشستر سيتي في الدوري النهائي لبطولة كاس الاتحاد الانجليزي في المباراة اللي هتتلقى بيوم ثلاثة ستة عشرين ثلاثة وعشرين وهيكون مباراة يوم السبت يعني بهذا يكون موسم انتوني مازال مستمر وربما يسجل اهداف في هذا اللقاء واخرهم اللاعب ريتشارلسون هو اقلهم في الاهداف والمباراة اللاعب في 35 مباراة سجل ثلاث اهداف فقط فرقم ضعيف جدا لللاعب ريتشارلسون اللي لعب 35 مباراة ويسجل ثلاث اهداف وما هو ملعبش غير في بطولة الدوري الانجليزي وبطولة كاس الربطة الانجليزية وبطولة كاس الاتحاد الانجليزي ولكن ارقامه هزيلة جدا كاحد البرازليين الموجودة في الدوريات الخمس القب عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ارقام نجوم البرازيل في كل مسابقات اوروبا في موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين ففي النهاية يا رب كتر من البرازليين في الملاعب الاوروبية عشان نتمتع بفكهة كرة القدم ومهارة كرة القدم من اللعيبة البرازيلية وما يكونش مستواهم زي اللاعب برونو سابيو لاعب النادي الاهلي اللي بيلعب مباراة ويعود عشر مبارايات حتى الان فحظنا دايما مع اللعيبة البرازيليين في مصر سيء جدا اللهم كان من احسن اللعيبة البرازيلية في مصر جت في مصر كان بيلعب في نادي بيرامدز وهو اللاعب كينو اللي كان دايما بيدلع لعبي الاهلي ولعبي الزمالك في مبارايات الاهلي والبرامدز والزمالك وبرامدز وبرونو سابيو ليه بصمة في لقاءات خمه لانه سجل هدف في مرمى نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري في المباراة اللي فاس فيها النادي الاهلي على نادي الزمالك في السوبر المصري للعام قبل الماضي بنتيجة اتنين صفر وقدر ان هو يتوج بالبطولة ولكن برونو سابيو في مصر حتى الان لم يزبط قرامة ولم يزبط اداء برازيلي حتى الان في النادي الاهلي فنتمنى لقل التوفيق في الفترة اللي جاية ويبقى عامل زي اللعيبة البرازيلية الموجودة في الدوريات الخمس الكبرى سواء كان الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الالماني او الدوري الفرنسي او الدوري الايطالي فهي دوريات ممتعة ومثيرة نستمتع بها بكرة القدم الجميلة بفضل وجود اللعيبة البرازيليين وغيرهم من اللاعبين سواء كانوا برازيليين او غير برازيليين عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي اشتركوا في القناة